وينضم إلينا في الستوديو اختصاصي طب وتقبيم الأسنان في عيادة هارموني الدكتور إياد السمان دكتور إياد أهلا وسهلا بك ضيفا كريما على سكاي نيوز عربية سباح الخير خلينا نبلش نحكي بشكل عام إلى أي مدى تطور طب الفكين وتصليح الأسنان والتجميل طبعا نحكي بشكل بسيط خلال عشر سنوات الأخيرة تطور بشكل كبير كامل طرق تشخيص الأسنان أو طرق العلاج حتى إذا نحكي عن طرق تشخيص الأسنان صارفش عنها اسمه ديجيتال سكانر أو الماسح الرقمي اللي هو عبارة عن كاميرا من حتى داخل فم المريض تعمل مسح لأسنان المريض وفكين المريض تنقل هذه الصورة إلى الكمبيوتر وهي شيء طبعا هي بديل كتير سهل ومناسب عن طبعات ما التعطية التقريدية لكي نستخدمها للمريض وتأخذ وقت أقل للطبيب كمان طبعا طب دكتور أنت تتحدثون عن هذا التصوير الثلاثي الأبعاد تمام أين تستخدم هذه التقنية تحديدا الآن دكتور إن كنا نتحدث عن التقويم هل هناك التقويم التقليدي أم هناك ربما نوع جديد الآن من التقويمات تمام إذا نحكي هلأ هي عملة ثورة كبيرة هلأ لأنه نحن نأخذ هلأ صورة سلاسية الأبعاد مع صور شعة سلاسية الأبعاد فنعمل تنبؤ للحالة المريض قبل وبعد عن طريق سوفتوير بالكمبيوتر سلاسية الأبعاد لبرنامج الجديدة وفي نحرك الأسنان بنعرف الحالة قبل وبعد بنعرف شو الحركات مناسبة للمريض وكيف كانت تكون شكل الحالة قبل وكيف نتيجة بعد هذا الشيء بسهل على المريض وعلى الطبيب طبعا نعم إلى أي مدى يعني دقة هذه الصورة أو النتيجة اللي بنشوفها على الكمبيوتر هل هي 100%؟ 80%؟ يعني هل بناخد فكرة حقيقية عن شكل الأسنان في المستقبل؟ أكيد ناخد صورة حقيقية طبعا ما نقول دقة 100% نحن نقول دقة من دقة كتير كبيرة ممكن توصل أكثر من 90% وهذا الشيء مريح للطرفين أنه مريض في يعرف حاله ديش بدنا وقت لنخلص العلاج والطبيب في وجه الحالة طبعا طبيب يلعب دوره كتير كبير نوجه الحالة بالطريقة الصحيحة طب هذا تطور دكتور الحاصل في تقويم الأسنان هل يمكن في نهاية المطافة أن يأخذ دور الطبيب أم ما زال الطبيب دور كبير؟ هلأ بصراحة التكنولوجيا هي وسائل مساعدة للطبيب بس هو الطبيب هو دوره الأساسي طبعا بتشخيص وبناء خطة العلاج المناسبة طبعا إذا بدنا نحكي نحن في عنا أكثر من نوع في عنا تقويم متحرك وفي تقويم سابت تقويم متحرك هنسميه هو الانفزالاين وبيكون نفس الشيء باعتمد على صور سلاسية الأبعاد وبيعتمد على الكمبيوتر في خرارة الأسناء قبل وبعد ممكن يكون تقويم السابت باعتمد على صور الأشعة سلاسية الأبعاد مع صورة رقمية ومنعرف أن نحط الحاصيرات بالمكان المناسب والحركة الأمثل والأسهل للمريض والطبيب نعم هذه تقنية الانفزالاين عم نسمع عنا كتير اليوم وباتت رائجة إلى حد كبير إلى أي مدى هي تعطي النتيجة نفسها بالطرق التقليدية اللي كنا نحط الجسور داخل الأسناء على فكرة هلأ مع الوقت اللي جيد صارت تعطي يمكن حتى صارت أسرع من التقويم العادي ممكن بعض الأحيان تكون نحن نعرف الحركات بس ضبط شبنا نحرك بس تعتمد بدور أساسي مو بس على الطبيب تعتمد كمان على المريض لأنه إذا المريض ما لبسها مثل ديت 20 ساعة باليوم بها هي ما بكونت شيء مثالية لأنها في بس شيء لوقت يكون نظف أسنانه أو وقت بده يعكل نعم طب في مجال نفسر أكتر ما هي هذه التقنية اليوم كيف تعمل هل هو مرة واحدة نخليها بالتقنية؟ نعم يعبارا عن صفائح بلاستيكية ناخد مأسات بالسكانر للمريض نبعتها للشركة ببعتونا الصفائح رصف ما يغيرها كل أسبوعين بيحط واحدة وراء واحدة نوع سنتجة نهائية للعلاج هي بلاستيكية طبعا صفائح بلاستيكية دكتور نحن نتحدث عن هذه التصوير ثلاثي لبعض ربما يعطي نتيجة متخيرة كيف ستكون ربما هذه الأسنان بعد هذا العلاج ولكن إلى أي مد هنا تدخل الطبيبة بالدكتور الأسنان لأنه في نهاية المطاف فهذه تقنية تعطي صورة ولكن هناك ربما معايير الفكين معايير الوجه هناك معايير الجبال وما إلى ذلك لأي مد هنا أيضا الطبيب يتدخل في هذا الموضوع أكيد أكيد طبعا المريض الطبيب يلعب دوره كتير كبير لأنه لازم يحدد شو الحركات لازم يعملها حركات مناسبة الأخي الكمبيوتر بيحرك لكيف دور الطبيب بيحرك له الأسنان بس هو بيقرر بنعمل إحنا غرز للأسنان تطويل للأسنان توسيع للفك هذا الشيء الطبيب هو اللي بيقرر يكشل علاج المناسب نعم اليوم يعني في أمور تتبع عملية تضبيط الأسنان وتقويمها اللي هي عمليات التنظيف اللي هي جزء من دور المريض اللي أنت حكيت أكيد أكيد لأي مدى تكمن أهمية تنظيف الأسنان في شكلها وببقاءها أو ما هي عليه ربما نحن أكبر مشكلة من العانية مع مريض تقويم الأسنان هو تنظيف الأسنان خاصا كان التقويم السابت حسنا بنحكي تنظيف في صعوبة كتير بالتنظيف طبعا فيه فراشي خاصة وفيه طرق خاصة نستخدمها لتنظيف الأسنان أنا برايك مع وجود الإنفزرين هلأ صار التنظيف أسهل بكتير للمريض لأنه فيه شيء للتقويم ينظفه مرتاح إذا نحن ما كان فيه عناية فموية كويسة ما نظفنا بشكل كويس أكيد حسنا نتساوسات بعدين هنكون نوصل لنتائج أسوأ وحيكون فيه مشاكل مع المريض بلسة المريض وأسنان المريض طب دكتور ما هي الحالات التي تنصحون فيها باستخدام الفيزولاين وتقويم المتحرك هل كل الحالات كل من يريد ربما أسنان جميلة ومرصعة وما إلى ذلك هل الفيزولاين مناسب لهم؟ الآن بصراحة بلوقت الحالي هلأ صافينا نستخدم إلى أي حالة بتقويم الأسنان إلا حالات فيها توسيع شديد أو فيها حالات جراحية يفضل يروح للتقويم السابت ولكن المدة العلاج تكون أطول من التقويم الأسنان صراحة لا معت فيها أطول هلأ بالنيو تكنولوجي هلأ صافينا نقول أن المدة العلاج هم متقاربين يعني كوننا نحن عم نتحدث عن تقنية الإنفزالاين تحدثنا عن عشرين ساعة في النهار هلأ اليوم إذا حدا ملتزم بهذا الوقت هل الفكرة هي أنه تبطأ مدة العلاج ولا بتعمل إنعكاسات معينة على الإنفزالاين هلأ اللي يصير عنا هو كالتالي إذا المريض ملتزم بلبس الإنفزالاين أو الإنفزالاين نحن نقول ممكن ما يستمر بالحياة ما يقعدوا يفوتوا بيتموا أصلاً حياة بتفشى الفلشة الكاملة لازم المريض يكون متعاون مية بالمية لنأخذ نتجاه مسائلية للمريض أما التقويم السابت وحنا هو سابت المريض ما فيه تحكم بهذا الشيء نعم نعم إذا لم تقول المجال في يعني أنت عم تقول عشرين ساعة إذا لم يحدث فيه تنازل أو إذا لم تقول عشرين ساعة تسمح 18 ساعة يكون خير وبركة يكون خير وبركة طب دكتور ماذا بعد العلاج؟ ماذا يعني عندما يحصل المريض على النتيجة التي كان يوضاً يصل إليها أسنان جميلة ماذا بعد ذلك؟ كيف يجب أن نثبت ربما هذه النتيجة في نهاية المطفل أسنان تتحرك مع الزمن مع العمر؟ صح هلأ أي شيء بالأخي هو علاج تقويم الأسنان أي مريض تحت علاج تقويم الأسنان لازم يفعنا حالة تسبيت للأسنان إن كان تسبيت سابت أو تسبيت متحرك والمدي لا تقل عن سنتين أحياناً يخليها خمس سنوات حسب صعوبة أو شدة الحالة بأي مريض مهما كانت الحالة إذا ما التزم في جهاز الريتينر أو التسبيت إن كان متحرك أو سابت أكيد حيصير في عنا نكس أو في فشل للحالة بالمستقبل طبعا هذه دعوة للجميع بالحفاظ على أسنان في نهاية المطفل لدينا أسنان ويجب أن نحافظ عليها شكراً جزيلاً لك دكتور إياد السمان اختصاص طب وتقويم الأسنان في عيادة هارموني شكراً جزيلاً لك على المشاركة معنا دكتور شكراً جزيلاً لك